فيديو جديد وفيديو مميز عاوزة ارحب بيكم معايا في فيديو النهاردة هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا في الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لسه مشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعمل اشتراك للقناة وما تنسيش كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف مع بعض الادوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها بعد كده هنا عندنا اداة تثبيت شكلها بيبقى حلوة قوي تقدر ان انت تسبتيها على الجدار وتنظم عليها مختلف اللوازم الشخصية زي مشت الشعر او فرش الميكوب او تنظم عليها فرش الاسنان ومعجون الاسنان وهنا هنشوف مع بعض عندنا القطعة اللي بتساعدنا ان احنا نثبت المشترك او جهاز الانترنت او اي حاجة احنا عاوزينها في اي مكان عندنا في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما احنا شايفين كده من خلال الفيديو بعد كده معينا منظم الاحذية طبعا المنظم ده بيجي عبارة عن كذا رف كده تقدر ان انت تنظم بيه مختلف الاحذية بطريقة مرتبة جدا وده هيتاعدك ان انت تتخلصي من كركبة الاحذية اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا صبونة على شكل ورقة شجر تقدر ان انت تثبتيها على الحودة عندك وتقدر يتنظم عليها الصبون اللي انت بتستخدميه او تقدر يتثبتي عليها لوازم تنظيف الموعين وهنا معينا الممسحة دي وهي بيبقى ليها كذا طريقة في الاستخدام تقدر ان انت تنظف بيها الجدار او الدوليب او المرايات او الشبابيت او مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده هنشوف عندنا حامل للموبايل والحامل ده مكتبي تقدر ان انت تثبتيه على اي سطح مكتب وتثبتي عليه الموبايل بتاعك وهنا هنشوف مع بعض عندنا مقشرة جميلة جدا تقدر ان انت تقشري بيها مختلف انواع الخضار او الفكهة بكل سهولة والميزة اللي في المقشرة دي انها بيكون فيها جزء مخصص كده بيحتفظ بكل الاشور الباقية من الخضار او الفكهة اللي انت قشرتيها وهنا عندنا منظم تقدر ان انت تنظمي به مشترك الكهرباء وتداري من خلاله مختلف اسلاك الاجهزة او كل الاسلاك الكهرباء اللي بتبقى موجودة عندك وتقدر تنظمي عليه جهاز الانترنت وتنظميه عندك على الوفي او تقدر ان انت تثبتيه على الجدار كده جنب الشاشة وهنا معانا الفرشة اللي بيجي فيها جزء مخصص تقدر ان انت تدي فيه فيه ستبون السائل وبعد كده تقدر ان انت تنظفي بيها المواعين وغير كده تصميمها عملي جدا ومش هتجرح ايديكي وانت بتنظفي بيها المواعين وبيجي معها حامل تقدر ان انت تنظميها عليه بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الممسحة اللي بيكون لها كزا طريقة في التنظيف تقدر ان انت تنظفي بيها الجدار او الدوليب او المريات او الارضيات او مختلف الاسطح اللي بتكون عندك وكمان تقدر ان انت تعصري كل الميا وكل مواد التنظيف اللي بتكون فيها من خلال الفوتى بتاعتها وطبعا تقدر ان انت تتحكمي في طول الممسحة دي على حسب طول الحاجة اللي انت عاوزة تنظفيها وغير كده الممسحة دي بتيجي معاها قشاطة كده تقدر ان انت تلمي كل الميا وكل سوائل التنظيف اللي بتبقى موجودة على مختلف الاسطح بكل سهولة هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا جهاز لسلق البيض على البخار وهو بيشيل معاك حوالي 14 بيضة طبعا تقدر ان انت تعملي بيه مختلف الاطعامة اللي انت بتفضلي تعمليها على البخار بكل سهولة بعد كده هتعالي نشوف مع بعض عندنا منظم تقدر ان انت تنظم فيه مختلف انواع الزيوت او السوسات والمنظم ده بيساع معاك تقريبا نص لتر من اي نوع زيت او سوس انت عايزة تنظمي بيه بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الخرطوم اللي بيساعدك ان انت تنجزي كل المهام اللي بتبقى موجودة عندك في البيت سواء لو انت عايزة تنظفي سجاد او تملي حاجة مية باستخدام الخرطوم ده تقدر ان انت تنجزي كل الحاجات دي بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا منظمات للهدوم وهي بتكون مصنوعة من القماش تقدر ان انت تنظمي فيها البناطيل او التشيرتات او مختلف انواع الهدوم اللي بتبقى عندك وطبعا المنظمات دي بتساعدك ان الدولاب عندك يفضل مرتب ومنظم وغير كده بتساعدك على استغلال المساحات الصغيرة جوه الدولاب بعد كده عندنا منظمات للرزد او الدقيق او السكر والمنظمات دي بتيجي باحجام مختلفة اهم حاجة في المنظمات دي انها بيجي معها اداة معيارية بتساعدك ان انت تعايري بيها الكمية اللي انت محتاجاها من الحاجة اللي انت منظمها بيه سواء كان رزد او دقيق او اي نوع من انواع البوكاليات اللي موجودة عندك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على صحب الهوى من مختلف اكاس التنظيم اللي بتبقى موجودة عندنا وطبعا الطريقة دي بتساعدنا اننا نحافظ على مختلف الاكالات لاطور فترة ممكنة جوا التلاجة او برا التلاجة وطبعا استخدام الجهاز ده سهل جدا وبسيط وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الجوينتي الجميل ده طبعا تقدر ان انت تستخدميه وتحمي ايديكي من مختلف ادوات ومواد التنظيف اللي احنا بنستخدمها دايما في التنظيفات المختلفة اليومية اللي بنعملها في البيت بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من المشابك اللي تقدر ان انت من خلالها تقفلي مختلف الاكياس وتستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم لمختلف انواع واشكال الديكورات اللي بتبقى موجودة عندك في البيت وطبعا بيكون في منه كذا تصميم وكذا لون وهنا هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على صنع المكرونة بمختلف اشكالها وطبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبييجي متوفر معايا كذا شكل تقدر ان انت تعملي اي شكل من اشكال المكرونة اللي انت عاوزيها دلوقتي هنشوف عندنا مصفة طريقة تصميمها جميلة جدا تقدر ان انت تصفي من خلالها الخضار او الفكهة او المكرونة او الفراخ او اللحمة تقدر ان انت تصفي بيها اي حاجة انت عايزيها بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا صندوق لتنظيم التوابل والصندوق ده طبعا بيجي متقسم لاربع خنات بالشكل ده تقدر ان انت تنظمي فيه الملح او الفلفل او مختلف انواع التوابل اللي بتستخدميها والصندوق ده طبعا بيكون مكاوم للرطوبة وبيحفظ لك اي حاجة او اي توابل انت بتستخدميها فيه وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات المناديل والمنظم ده تقدر ان انت تستخدميه على اي سطح مكتب عندك في الصغلة او في قضية النوم او في المطبخ او في الحمام او تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتستخدميه بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للبيض طبعا المنظم ده بياخد معاكي 12 بيضة وغير كده شكله جميل جدا وبيساعدك على تنظيم التلاجة واستغلال مساحات الصغيرة جوة التلاجة واستخدامه بيكون سهل جدا وبسيط بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الخرطوم اللي بيساعدك ان انت تنجزي كل المهام اللي بتبقى موجودة عندك في البيت سواء لو انت عايزة تنظفي سجاد او تملي حاجة مية باستخدام الخرطوم ده تقدر ان انت تنجزي كل الحاجات دي بكل سهولة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مصفة طريقة تصميمها جميلة جدا بتساعدك وبتسهل عليك ان انت تصفي من خلالها الخضار او الفكهة او المكارونا او اللحمة او الفراغ بكل سهولة زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا ادوات لتخزين مختلف ادوات المطبخ او الحمام او مختلف ادواتك الشخصية زي فرش الميكوب وفرش الشعر وطبعا تقدر ان انت تثبتيها عندك على الجدار وتخسليها وتنظفيها بكل سهولة لان هي بيكون فيها فتحات كده بتصفي منها كل المياه اللي بتكون فيها هنا هنشوف مع بعض عندنا كوفر مصنوع من السيليكون طبعا الكوفر ده بيجي متوفر كده بكذا لون تقدر ان انت تختار اللون المناسب ليكي وزي ما انت شايفة كده تقدر ان انت تثبتيه بكل سهولة على كرسي الحمام وغير كده الكوفر ده بيبقى سهل جدا في التنظيف هنا هنشوف مع بعض عندنا شماعة البناطيل والشماعة ده بتحتوي على كذا رف تقدر ان انت تنظم عليها اكتر من البنطلون بالطريقة اللي انت شايفاها معايا من خلال الفيديو وكده بتوفر عندك مساحة جوا الدولات بعد كده عندنا منظم لتوزيع الزيت والمنظم ده بيجي معاه فرشة بتساعدك ان انت توزيع الزيت بشكل متساوي على الحلة او الصينية بتاعتك ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا بالفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا بالفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلك طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة لكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه خب دياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات أو أدوات عادية للتنظيف أو أجهزة كهربائية فأكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف أما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية أما مصاريف الشحن الفرنسا أو أمريكا أو الدول دي بيبقى سعر الشحن ليها منخفط شوية وبيكون فيه دول الشحن فيها مجاني فأعتقد أن الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم أو تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك أو الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والأدوات اللي انت عاوزيها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ما زي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز أقولك أن طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك أو الانستجران عامل الأدوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة أما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الأسواق الكبيرة أو في المولات اللي بتبيع المنتجات والأدوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالأدوات المنزلية والأجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدري أني انتي تحصلي منها على الأدوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو أي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي أتمنى أنه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر أنه يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة أتمنى أن الفيديو دي يكون عجبكم ولو الأدوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك أي استفسار في أي حاجة تقدر أني انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في أقرب وقت أسيبكم في رعاية الله